جديد في زون ميكس التحق بنظيفنا اليوم المحامل مختص في القانون الرياضي الأستاذ أنيس بن ميم أستاذ على بيك مرحبا بيك سلام ومرحبا بكل متابعيك ومستمعيك في اكسبر سافات تعاودنا في زون ميكس نجيبه لاعبيين نجيبه مداربيين نجيبه كيف كيف حتى عالميين اليوم أول ما رأيكم معنا مختص في القانون الرياضي في حوار بش حكي يبقى فيه عدد المواضيع أستاذ نعود أراحب بيك من جديد تقابل كل شي لا لا مرحبا بيك ما عندي حتى سألتك على شنو الموضوع قلت يرى بيجيبه حذي قلتك مرحبا بيك ما عنديش مرحبا بيك ساحب لا لا ما نخافوش نحن شنو الأمور والله رحمد الله العلاج بيس الحمد لله رمضان الحقيقة شر كله بركة دونك أنا واحد من الناس شخصيين بروفيتي برشة لينوالي برشة عندي وقت بيش نقابل لأصحابي وكذا فوقكت نستغل وقت للخدمة مع دار رمضان نظف وإذا كانت ستنين فميش لمقابلية من دار الخدمة ومن خدمة الدارس هذاك عليش مع دونك جي بروفيتي أكثر وقت باش ننظف الملفات اللي عندي واللي ما لقيت لهم ممكن وقت باش نشوفهم دونك فورصة عطيت حق البيرو صن فورصان باهي وستيد خلنا حكي معاك ملول كمشيت المحامد كنت مخطط باش تمشي عادها في قانونة رياضي وألجت بتبيعتها لا لحقيقة كتخطيط لا لاني انا معاك بديت نخدم في الرياضة كمسؤول رياضي قبل ما ندخل محامد معاك بديت في الملعب التونسي من تقريبنا في 2001 كمسؤول معنات في الملعب التونسي وبعد لما ادخلت المحامد تنتروتان بديت من 2006-2007 بديت نخدم في القضايا الرياضية معاك بمتاع الملعب التونسي وبعد لابد للي ماخد رايح فيه نطولك جوريست من ناحية سبورتيف من ناحية حاولت لنلقى الـ بتوفق بين الرياضة والمحامد لقيت فيها من القانونة الرياضية ذلك لقيت فيها تتخليت في الملعب التونسي ؟ لقيت في الامعل الحباب معاك بدخلت نايم ريس وبعد رئيس وبعد شديد كاتب عام في الملعب التونسي وبعد شديد رئيسي جاهلة القانونية وبعد شديد كتب عام في الملعب التونسي. لم يكن لديك شوق حيث تسلمت المسؤولية في الملعب التونسي. ولحقيقة كيف كيف هذا كما هو شي صدفة معتلين اعتبار ان انا في قريب من دول ملعب التونسي من عيد ملعب التونسي مدينة صغيرة معتلين من عام واحدة وثمانين وانا انتبع في استاد مع الويلد كان هزني معها وقتل كان هو وصدا مسؤول في الملعب التونسي دون كنمشي معها الاستادات الكل دونك العالم بتاع استاد ووسط ومتولت فيه وكبرت فيه دونك ايو جيوبت قبل ما اسئلك انت اللي هو يقول الناس كل تعرف انت من باجا هكي او لا انا اصلي باجي اي اي شنة علاقة الجاي بجا للسطادن ومتحب بلولمبي الباجي ام معقول ام سواله اهه لكن هزنا انا صدفة بسطار معتلين احب بلسط مشرار ومتحب بيجي كما معتها كلوب دوكور لكن الويلد اهه لكنها طولت في تونس وعيشت في تونس في تونس اصلي اصلي من باجا واله هزي انتشرب بيه بيط بيط الحال الوالد كان مسؤول في الملاعب تونس منذ سنوات السبعين من الذي يتحول ويتنقل كل جبعة عبر استادات تونس لكل ملاعب تونس كنت انا واخويا نرافقه فيه وحتى الوالد زادا كيف كانت رفقنا في تقريبا فيه أغلب الملاعب تونس تقريبا نجمه قول زرط أغلب الملاعب باش مقولش الكل هم في تونس تمشيوا كل عائلة كاملة والبوالد والوالد كانت تقريرا كمتاو كانت زادا مفامليال مع تلك قرارة كانت اللاعبات تمشي تزمسيها وتمشي عائلية بشو عائلية الاستاد كانت زادا كيف حتى الوالدي امبليكا امي حتى في عالم الملاعب تونسي كانت التينيات تحضروا فيه باعتبار انه كانت عن ابو ديك تاع سبع أقبل كان يشريوا منعنا نحنا يشريوا بلاش فلوسه بتبيعه باش لحبت تفهم بعدا ياخدوا منها التينيات وانه ما يخلص الصاد ما تخلصش لانه بابا كان يعتبر ان استاد حاجة جزء منه هو كعائلة ولدتي حتى وقت كانت اقبل لكون صغير كانت النوامر ما كانوش كمتاوي يتخدموا معتا بالمانويل الماء كانوا يتخدموا في دارك كانت الوالدة هي اللي يتخدم الامرأة والادوما وتحضرهم وتحضر للنوامر انتح حتى المصارى مطلوب عام تونسي كنتوا شوفوا نازل بالصفة عليك تكونت اطلع ستاديست لا انا مش بالصفة علي نحنا في دارنا معناش الوين اخرى اخير لحمر الاخت معتا بعد لحمر الاخت الراعة من الوين مع عشر الالوين اخرى كل عشر راة بي اه شكوين اقرب لك بصراحة باجا والاستاد شوف باجا هي اصلي معلتها موطن معتا الوالد وعائلتي لكل فاميلة كل سواء من عائل تومي ولا من عائلت بابا زوز من باجا وبليجيه كيف قال تلقى ريحة باجا في الدار بالصفة عليك معتا فاميل تومي ومن بابا وعزيزي وجدي معتها لكلهم باجا معتا بتاع باترنال ولا ماترنال تلقى روحك فرصي مو معتا في الافراح في العائلات في التزاور كلنا باعدي برنا من باجا اذا اجابة متى موحامي لا لا اوش نجيوبك كوراوين الحقيقة نحب استاد يونيزيا استاد باش نماش نماش ننافق ولاي كي ما باحتسر يقول لك ولاي نحب المحفريق القوف كوراوين حب استاد ابي دخلت المنع بالتونسي قتل 2001 مع جلال بن عيسى هكاب اللي مع جلال بن عيسى كيفاش كيفاش كان اقتهوت براح عليك كيفاش لا 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 لدينا علاقة مباشرة مع رئيس الجامعية الحقيق وقتك دخلت لشتح باك كان صديقي لاس عندما بغير بي ومعاتا يعرفني بتبيع اللي بتعرف نحنا كنا عائلية في استاد كي عرفني وشايفني معتا اللي انا عم اقتب معتا القاري قانون وكل شيء قال بوركوابا ومعاها وقتا زاد كيف كيف فالذك بالخير صديقنا عبدالله سديري قالي نحنا نحتاج وناس معتا هكا عندما باية قانونية في استاد فرصة ادخله معنا وابدي اخدم في الجامعية بتاعك بيتونسي جامعية بوكو ومعاتا ماكش غريب انت ولا معتا ديراسي نيم الجامعية موجود في وسطة انت ففرصة ابدأ اخدم داك وكيف كيف زادا نذكر زادا لا يذكر بالخير سيمو حمد بن نور وقتا اول مسئولية حتى هالي رسمية اللي هي وقتا كنت عملت مرافق مع فيطار بطول العربية من 2002 متاع معنا بتونسي كنت مرافق الفريق الفلسطيني كنت معهم ديراسي ومتاعهم في البطول العربية في تونسي من وقتا ديت نتسلم المسئولية في الملعب التونسي القضية اكبر قضية في الملعب التونسي والناس كنت احكي لها في البرودة اليوم قضية اموال يوسف المساكني منحة التكوين على ايش التوير اليوم غامض لا 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 هذه غامضة العلاقات واضحة بين استاد وبين التراجي وشكرا للملعب التونسي تسلم جزء مهم مهم من الفلوس هذه ما هيش بالغموضة تتصور في العباد مع الوثيقة الموجودة معتها يوسف المساكني ابن ملعب التونسي وقعت تفريد فيه وقتها مشاء للفريق الاهلي الاماراتي وبعد رجع على الترجي والترجي عمل التزام انه في صورة التفريد في الماء يوسف المساكني يمكن ملعب التونسي مناصيبه قدره عشرين بالمئة والوثيقة هذه موجودة وموقع عليها من ادارة الترجي معانتها وبعد الترجي كيف سلمت جزء كبير برشا علينا عرفوا انا حتى 2016 تسلمت جزء كبير مع الوثيقة الملعب التونسي والباقي ماذا حدث في السوي في وكملوهم لم يبالغهم لم يبالغهم لم يبالغهم لم يبالغهم لم يبالغهم لذلك وقتها انت عايش بعيدا اليوم على المسؤولية في الملعب التونسي لا لا اعرف في المسؤولية لا نعرف في المسؤولية لا نستشار بركة لا نستشار بركة انا نعمل تقريبا القضايا الدولية لدينا في الملعب التونسي وحتى القضايا اليوم على المستوى المحلي كيف تقريبا نعمل اليوم تنعمل نعمل لكن ليس بضرورة لا يوجد موضع لسعر اخذت حظي في المسؤولية مدة 13 سنة ثلاثة سنة بعد اثرت ثم جيل جديد يتخلق في الملعب التونسي ويجب أن يتخلق جيل جديد يأخذ هوا المسؤولية ويأخذ فوند لسنة لا أحب الظهور والظهور في المركز لا يستهوين لذلك تقريبا نعمل سواء الكل يتخدمه وما يتعدى وما يتعدى مدام قتل انت خلصت غال الفرصة قتل تخدم معه في القضايا الدولية فاما قضية ترحت مؤخرا في المغرب بخصوصة وعندك عليها فكرة رئيس هذه الأمور لكي تتحسن تتسمبر وراك هذا نادي شراء اللاعبي بـ 90 ألف دولار أو 90 ألف وروج وكل وليهما حوالي 100 ألف درهم معتنا مليون درهم مغربي يقاربوا على 90 ألف دولار تونسي 100 ألف درهم من هذا هذا الرئيس الجمعية ظهر له بعد قال ليه لو اللاعبي لا تتلعش كيف ما انتظرنا ماذا بينا نحب النقص في الصوب وهذا كان الاتفاق مكتوب ليه ليه ما هو التفريطه لا الاتفاق المتاع انو كفهان اللي كما يلعب لك عدد معاين المقابلات يرجعون فلوس عندي موجودة عندي ما فما حتى علاقة فما فلوس يدفعوا اشتر في مارس واشتر وقت يوصل للسيتي متاع الملاعبي دونك يذولي على ما ظن في شهر سبتمبر وبعثوا له مرة الأول وبعثوا له مرة ثانية ما دفعوهوش الفلوس المرة الأولى ومرة ثانية دونك بعد مقادية موجودة في الفيفر دونك اتهيام شنو نحن نغيره فلاس خطر المنطان هذا المنطان هذا المنطان ينجم يقول المنطان موجودة في الفيفر المنطان موجودة في الفيفر ليس موجودة تحت حيط ونعطيك ونقص لي ونقص لي كل شيء تعمل الترانسفير وتعمر الملاعبي بكل طرف يعمر بارتين من بين الحاجات التي تم التنصيص عليها يضعوا المبلغ على الصفقة لماذا؟ هناك حقوق هناك 5% من الملغة يمشي الكلوب سراء يجب أن ينقص الكلوب يجب أن يجب أن يبيع 90 ألف أو إعارة 90 ألف سراء وكيف أن يتحلم بسبب الوصول التي تتحملها لأني اتحاول لك لأن الكلام لا يجب أن يكون أعمال يجب أن يكون إذاً لم يتفهم أيام لا يتفهم والصفقة يجب أن يكون ورقة وحيدة نوع موجودة عندي لأنور هيالك فاهم مبلغ تسأل الفروق للملعب تونسي. قلت قبل في تسريح ليك اختلح حاليا منصب رئيس الملعب التونسي. ايه. شحيح. في الفين واربعتاة فين ٢١٣ ١٣١٣ على ما أظن. بعد غازي بنتونس ولا قبل? لا قبل غازي بنتونس جان بعد. اه. اما لا في ٢٠١١ ٢١٣ ققع من واحد من أكبر مدعمين لملعب تونسي قالي شدة انتي الملعب تونسي ونحن نعاونوك ونكفو معاك وانا الحقيقة قلت لامراني مانيش مانيش قادر لانو نرى الملعب تونسي كبير مني برشة باش نجب ان نكون رئيس فيه عندك تموح لا الحقيقة دا جملة ما تشوف شروحك مانيش ما نطمحش لا بشد رئيس الملعب تونسي لا بشد حتى منصب اخر على المستوى الرياضي اقترح عليك حتى ما قلت انتي كيف كيف برش ما ننصب اخرين وزير الرياضة صحيح من شكون الاخير احتياج جاني من سيد سليم الرياحي ووقته هو اخذاء الحقيبة متع وزارة الرياضة وكلمني هنا وقته في السعودية قالي نحبك تهبط ونطرح عليك انك مش شد منصب وزير الرياضة ووقت حط مير بن ذياه عليك حطت مجدولين شارل هو مير بن ذياك انتي مع السليم الرياحي لا مير بن ذياك قبل هو وقت اتنحى مير بن ذياك وقبل معتما تعين مجدولين شارلين بعد كلمت وانا قلت الحقيقة لا يستهمني للمنصب وحتى الدائر المجدولين كانت سمع فينا ونتنتذكر قبل التنويه وحكينا ووقت على شعب في صبوة تعاون قطرانينا مسعد نخدم بلدي رانيا لكن لا نحتاج حط لك المنصب مغرين للناس مغرين لي يغري أنا دغريني كان خدمتي لأحقا ما هو يغري؟ المحامات الوحيدة لدي فقط نرى روحي كان محام ويغريني النجاح في المحامات أكثر شيء دغرين فهمتك هل أنت جامعة كيف كيف؟ لا أكثر اخترح عليها ودخل المكتب الجامعي بالفضل من المكتب الجامعي الحالي ودي على الجاهي؟ أكثر المنظمة الإخرانية لا 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 أريد أن أدخل معي قالت أن تدخل معي وقلت له لأنني أتعافف عن المناصب لماذا؟ أنا أراني أنني أحب الحرية ونجد أن أرى برشا ومعاتها والبراديم في خدمتي ليب الملك نفسك بالضبط ملتزم في خدمتي خدمتي أصلاً لا أشيخ فيها مهما تنتع فيها أنا ديما فرحان لذلك سياسة لا تعنيني الحقيقة لا تميت للسياسة لا كيف نقول لكيما الناس كلها يقبل الثورة أو بعد الثورة لماذا خرجت من أستاذ؟ بالنسبة لأنا فأنت سيكت فأنت سيكت كل شيء لأنني أعطي الملعب التونسي ونطبقا مسؤولاً قضية خالد القربي سبب في أنك خرجت من أستاذ؟ خالد القربي القضية المعاقب هو وقت توقف مدد الحياة لا أفهمني خاطر فأنا جانب فيها نعم سمعتك ماذا قلتها من أسباب ابتعادية على ملعب التونسي حقيقة حقيقة ليس حقال خالد القربي قضية الماتش المرسل أولي دعني نهائياً لماذا؟ أنا خاطر ونحب حتى حدي الدخل فيها ونقبل حتى حدي الدخل فيها لأنه أصلاً حتى أليم شيء يدخل ما يكونش عنده المعرفة والإلمان بالملفة ذاك قضية لأنني لم يسمح من الدخل حدي وعمري ما سمحت لحدي حتى حدي لدي حتى ملف عندي أنه يدخل فيها لا في الملفات الشخصية اللي في مكتبي ويعرفوني الناس اللي تتعامل معي ولي في الملفات اللي تقصي بلعب التونسي أنا أتوار منخذ الملفات يتعامل معاًا والناس يعرف ملف أنا ملول للإخ وتحمل مسؤوليتي فيه ملول للإخ وممكن منحص الحظي أنا لأنني نجحت في أغلب الملفات متاعي فيخليني أكثر نتمسك بالمبدأ هذي بالمبدأ هذي اي مجاوب ما نفهمتش ما جاوبتنيش على خلال القربي فماشي كنا حاب يتدخل معاك ممكن ما تعرفش ملعب التونسي ممكن جيد فكل فترة هذيكة بعد ما تش المرصى وواحد يقتراحه واحد يزيد كل واحد يحب يدار اللي هو نازم يكون فاعل حابوا يدخله في ملف الحقيقة أنا قلت لا يا نخدم الملف واحد يا نسلم لكم ملف يختموه ما تشوفش باية انت متنقف شوية هنا مع نفسك مثلا تدخل طوانتي اليوم انت بعيته تدخل مثلا تقوله في عمل الكاتب العامل هو ناس البيجي اليوم لا بالعكس نخدم معاك في كونكوردونس الكاميرا ويعرف الأستاذ البيجي بالعكس أنا عمري ما عمري ما حاولت نظهر أنا أنا بمضاء البطل بتليل أن عبد ما تعرفش أن نخدم الملفات وعمري ما قلت لي أن أخدمت ملف وعمري ما قلت رأيان ماذا يا نسكوا تعرف شوف شوف أنا قلت لك ما عندنا تعرف وقتا تدخل وقتا تدخل وقتا لي هو يأتي يأتي خدمة وفوكلة هو الأستاذة البيجي بتنسيق بينه وبين الإدارة هم عندما أراجعوني بالتنسيق مع بعضكم هنا قلت لك والإدارة مع رئيس النادي هم عندما ينسك مع بعضا هناك تصريحة قطلة تصريحة حرانية وليس مدولة. ترجع للإدارة فهما كاتب عام وفهما نتقى رسم الجامعية. هو يصرح لكم بالشيء ذلك كل. لذلك ما لم يكن لدينا دخلت في خدمته. هو متصل بي. يقول يبربي عاوننا في الملفات هذا ويخدمهمنا. وعاوننا فيهم. بالعكس. ومع أن نستخدم الفرصة. الكاتب عام الأستاذ نسبيجيين. الأستاذ كل دخلوا بعضنا كما قلنا نحن. أول واحد دخلوا معه في المسؤولين ملعب التونسي هو العبدوليل. ويقولوا دائما لأنني دخلت معي في الاشتراحة بها. إيمانا بالطاقات التي تلزمها على أستاذ الشابة الكلة تكون موجودة ومتواجدة. لذلك أردت وقتها في وقتها وكان يحبه متابع الملعب التونسي. يقولوا لماذا تحب التابع من وراء القريش. ودخل مديدك كما قرأ اخرى كما قلنا نحن ميتة ما دولابات كما قال آخر. ودخل معنا ويخدم. ودخلوا ما هي المسؤولية بالحق ودخلوا بدايغت في الملعب التونسي من وقتها من 2005-2006 جوكوروة دخلت معي وقت. لماذا علاقتك متوترة بغازي بن تونس؟ لم تكن لدي علاقة أصلاً هنا. كنت لديك علاقة أصلاً. كنت لديك علاقة ومعشان لديك علاقة. لماذا توترت؟ لم تكن لديك علاقة. توترت لأن تكون علاقة موجودة ومتوترة. لم أعشان لديك علاقة بيه بكلت. من 2011 لا ريت ولا تشاهدت ولا تصل بيورة. لماذا؟ كنت لديك علاقة كبيرة بينكم. شوف الحلقات مبادئ. لما العلاقة مع الأنسان اللي نكون أنا وياهم لم أعشان فيها المبادئ اللي اتفقنا عليها ولا اللي لأساسها تبنتي لها العلاقة أنت بالنسبة لها أنتهاية العلاقة. لأنني أعرف أنك مدغش عليه شوية. قلت حتى ما نحبش نقابله. صحيح. ما تقولك ما نحبش نقابله؟ وخطروا فراوك. كي نقول مدغشش. معتا أنا عندي مشاعر. وجاء عبد. وماذا بيورة نكون أنا متقلق. وماذا بيورة تسنح الفرصة يوم ما بيش نحكيه وباش نحلو المشكلة هذه. أنا نراني ما عايش عندي بيورة علاقة أصلا. لما تغشش لما تغشش. متاجي ما تقول كيف حدث؟ ليه شوفوا نحنا علاقة تبديت علاقة الاحترام. لما انسان ما تحترمنيش. أنا أساس العلاقة مع أي إنسان كيف. مهما كان صغير كبير رئيس جمعية. مواطن بسيط عليك. يا بيت. توفى نهارا يوفى الاحترام مع بيناتك. كيف شوفت عدم الاحترام؟ شوف. لا يوجد عدم الاحترام. هناك وقت في الأزمة مع العبدونسي. أكثر واحد يوقف معه. أنا أو مجموعة أخرين. وأول ناس تخلى عليهم. وهو تخيل أنه نجم يتخلى عليهم. وهو نحنا. من نهارتها بارتيك مواما. من 2016. لم أعجب عندي بيها حتى علاقة. الحقيقة لا شوفت ولا قابلته. ولا جاء بيناتنا حتى التساط. كيف علاقتك بقية المحامين الزمنائيك؟ مختصين في قرون الرياض؟ علاقة متى الاحترام. معتها كبير. ومعتها مع علاقة الزمنية. هل يمكن أن يتقال العلاقة ليس بها بينكم؟ لا مستحيل. مثلا ترق العلم. صحيح. لا أقول كل يوم. عندما يتحدث عن الزواتر. هل يمكن أن يتحدث عن الأوقات؟ بعض الفتور؟ بعض علاقات التعاطية معتها. ما ترى؟ الفتور رأسي إنساني. رأسي إنساني. فتو ديبوهم. مثلا ناس تطيع صحاب برشة معها. فما ناس ممكن تصير حاجة في بناتك. تغييك تغييذك منه أو يغييذ منك. ليس بالضرورة. أنا معتها. أنا لنزان البيئة لأنا هم غالطين معي. نجم كنا نعملت حاجة. نظن أو نتصور إن أعملت حاجة. أنا في بليش بيل مثلا. لكن حاليا في اليوم في 26 رمضان 1442. ثمانية. معتها ثمانية. ماي 2021. الأخيق لم يدي أزمة مع حتى حد. كل أصحابي وعلى عباس. لا قدروا برجة فاتح أصحابي. علي عباس. كيف كيف؟ مايش حتى فوتور بيناتك؟ لا بالكل بالعكس. مايكون أقرب واحد لك من زمانك؟ ما كل نيبوه معناتها. ما غيرت قريب لك معنا. بين كل أصحاب. في المحامي بصيفة عامو أو في قانون الرياضي؟ في قانون الرياضي. الحقيقة الظروف همتين هتخلينا ما نتقابلوش ديما ديما ديما. معناتها الحقيقة. طرق عنده وهو اهتماماته. وجوه وكما قال آخر وعالمه. ليعباس تقريبا موجود برجة في تونس. إما في المستيرا أو خارج تونس. لذلك معتها بعد الخدمة بعد الجلسات. سعيدة لكي تتقابل. أصحاب المؤوس من المحامي؟ لا أصحابي برجة. معتها المحامي محامي صاحبي وقريب برجة. هو السندي جيمد ذيب. ثمانية نالي بشي في العازم. فرصة نوجه له تحية على مواج اكسبرس فام. جعنا بالحق تفجعت عليه بارشة. خير شوية. لاتها والحمد لله اليوم غادر. شفتوا هبت ستاتوي اليوم. تفجعنا عليه بارشة بارشة. وكن معتها حالته صعبة. ومتأزمة على الاخر. والحمد لله ربي معتها. اللي أنقضوا من الفيديو سمتاع كورونا. والحمد لله اليوم اخرجه وزوجته من الكلينيب. ومتابع القيطة مع هالتراتمون في ذرو. وانا نجم وكون فرحان للشيء. ما كنت تعتبر اليوم محامي الأفضل في القانون الرياضي في تونس. لا نجمي ما نفعل لك كلاسماو. ممكن أن أقل واحد فيه معنا. نتخارجك من نعفيك من كلاسماو. لا 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 نعرف. لحقيقة نعرف. كان هناك شيء ممكن لتعرفه. رأوا. أنا. منتشرف بارشة بارشة المحاميين التوينس. وذلك نحكي به. لا يوجد معناتها. دبلوماسي. لا لا لا. لأن نرى حجم النجاحات التوينس في البرع. وقد نقوم بصوليسيتية. رأوا نحكي لك صوليسيتية. بصورة لديزافوكارا والسويس. نمسيويين. إطاليين. ندفلوا في هذه المتعرفة. نقول لك أحسن منهم. ليس لكي تحسن منهم. بكل تواضع. رأوا ترى معناتها في القليج تقريبا لا يعتمد أكثر الوقت غير على محامي الأفضل. لكن يمكنني أن نرى. نحن نقول لك. القضية من الشابة والجامعة. لا لا. من أجل محامين السويسرا من السويسرا. فلن تلقى من الشابة. لا يفهم تكتيك. عندما تعمل في التاس. وتم ساعة ملافوات تختار البركسيمتيات. ما هذا البركسيمتيات. عندما يكون محامي في تويسرا يجب أن يتحرك أكثر. يجب أن يتصل أكثر بالتاس. يجب أن يتعرف حتى الميكانيزم في التاس. لذلك تستعين بهم ليس برقسيديا لكي تدخل فيها على علاقاتك لا نصور لحقيقة في التاس لا نصور لحقيقة علاقاتك حالي ريت وانا ونعرف ونشوفه لا نصور مبدال العلاقات وليس معها المدينة الفاضلة لكن لا نصور لحقيقة أما رأيك تستحقلها في البروكسيميتي لا تخدمت برشة قضايا في التاس لا لدي برشة قضايا غير لديك لاريش مثلا ما هو عاد؟ عندي برشة قضايا انا عندي اهم قضايا قضايا حمدنا جيز مع الزمال اكي عندي قضايا قدمت قضايا ملعبة تونسية عندي قضايا قرينزة كيف كيف ما هو من تونس انا مش من نوع راني نكتب يستر على الفيسبوك من نوع اليوم مربحة انت تفادلك برشة على الفيسبوك انا شوف العالم الافتراضي الانستجرام والفيسبوك بالنسبة لي انا ما هو عالم تعم تبدأ حاجة مهمة ولا ما هو عالم تعمو ثلوب معتب شنو ضرانا كل سنوب ونهبط لا لا انا نسايا نعيش بحريتي مع اصحابي اللي يعرفوني والاقراب لا اكثر ولا اقل لذا لماذا لا تلقني نهبط لنا الداعية القيم ولا ايماني ذاك بربي على روحه بيخصني انا في دعاء ولا في غيره غيرها اكثر مخصص اكثر لأنه كتب الفيديك الاكثر ما تنسينيش هربت مسؤين ومجاوبت المحامي اللي تعتبره الاكثر من تظل عنه خرج لي انتي من الكلاس مو كونني يعش بك ونقوله هكا بدلوا سؤال بالله يشوف هو الحقيقة المختصين برشا في القرن الرياضي ليس في تونس ليس برشا باش نكونوا الامنة معانتها ما نحكيش على واحد مثلا زميل جديد يخدم قضية واثنينة وغيره لكن اللي يخدمه خدمه همه تقريبا ثلاثة واربعة معانتها لا فهمه الاستاذ فتح المولدي ورسد عليه عباس ويستطرق عليه وانا اخيرهم بطبيعة انتي قلتك خارجة منك اسمه في هذوما كما قلت لك كل واحد شنوه الامتياز متاع والتمييز متاع متاعات البرا دو كل واحد كيفش ما تجد شغير واحد يقول هذا روه ميه فتح المولدي فتح المولدي فتح الميه لا فتحه فتح اكثر الاعلام لا تختارش القضايا معانتها مخدم برشا القضايا دونو صنوص معانتها ياخد قضية اخدمها ويكمل يخدم قضية اخرى سمينة نقوم الاول ما يخدم بالنسبة لي وكاسكيت الاعلامي أكثر في الميدياء اكثر منه يخدم في القضايا معانتها هاليون ورغم أنه وهو في الأول أكثر أول واحد هو ظهر في الدمان الذي يحكي على القانون الرياضي في قناة حنباء على الوقت في المكشوف ومن بعد مع معز بن غربي لذلك كما أخبرتك، كل واحد في شيء يتميز، ثم الذي لا يظهر شيء على ميز ثم الذي يخدم قضاياه هو مع تسوار جمعيات أو غيره أما أنا أخبرك لك أنا مهم برشة، أسأل على التوينسا في التساعدين، مثلا أنت أقول لك كيف هي التوينسا أنا شخصيا ربحت قضايا ضد مواحة ضد مواحة ضد مواحة ضد مواحة كابرييل والذي موجود في القضية الشابة مثلا، هو معي يان كلينر، في دوسيا العكيشي، محامي الشابة ومحامي الشابة ومعه كان شريكا ومعه الشركات، ومعه اسمه يان كلينر هذا ما خدمت ضد قضية العكيشي، ومعه نوب العكيشي، وفي الأخرى ربحت القضايا هذا هو الريتك، وعطي خدمت ضد قضايا محاميين من سويس، في أذنهم هم سويس، فأما قضايا خلين البحث فيها لأفوكام تعزمينك أفوكا طالياني، قبل أفوكا بورتيغالي، قضايا تعسيس ممثلا موايد الليفي، ضد الشباب المحامي نمساوي على ما أظن، لذلك محاميين نمساويين هذا اللي تهم هي القضية أكثر من الجنسية، ليس مهم بغالي، والمهم أنك تكون متضلع في القفاقانون يجب أنك تعرف المخرج، كما قلت، كما قلت، كما قلت، المخرج، كما كان عنده قدام، والطابل، والإخراج، والفلس، يجب أنك تعرف أن الفلس يتحرك رأوا ما تنجم المحامي، رأوا مهم ما تكون كافية، ويدخل على قضية خاسرة، لا تجد أن تعمل أي شيء جمعية ليست مخلصة لملابية، ما هو النجم يعمل؟ صحيح يجب أن يشربح الوقت، يجب أن ينقص في غرامة الفلسك، لا تجد أن يشربح، وليس خالف، لا تجد أن يشربح كلمة للطارق العليمي، كيف يتميز؟ طارق عنده ميزة باهية، الحقيقة، معناتها أنا أقول دائماً، النصوص يعرف أن يقررهم بالكداة بالكداة يعرف أن يتعطيه نص قانوني، أو أن يأخذ نص قانوني، يعرف أن يحله بالكداة 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 نجم التعلمها منه، نجم التأخذها منه، وتسرقها منه، تراها… حتى الأن محمية ترأيها، وتسرق، لم تفسد أن أضع أحد قدامك، فالكداة معينة؟ أنأبح لا نعلم به؟ من تعمل Thunder Tither من السبب تقوم بتأعيد أن تصنعها؟ تصنع، كدرية صنعتها حتى الذين يصبحوا في الغراءة، لما يشعروا في الغراءة، ومن التفضل، ومن تظهرات القادرة يضعوا في الغراءة، ومن تابقهم، عندما تجعلهم في القادرة، وكداية، لا ، فكش عندك لديك ما جيدًا بعد أو ذكاءً و Natomiast Patis فكو ملافك بأنه يكب 33 جوابّو الفكعل رويس اليسار كم Bug Kane للرسل في القناة على ساعة جيبًا فعلي عباس الحقيقة متميز في السنوات الأخرى في الملافات اللي بتناولهم الكل لذلك يخدم بالقضاء اللي تريسيريو وهذا كما قلت لكم مناجم يكون فخر للتوانسر كل اللي معتها الحقيقة فماش كون مظلوم اعلاميا تعتبره انتي؟ لا شوف الاعلامين سواء انتي تختار تظهر او متظهرش انتي ليس مظلوم معتها فمش واحد والله خطر شوف انفاند كونت القضايني دي تتحكي يتخلي العبدي يحكي وعليك يتخلي العبدي يلتجأ لك ويتصل بك وليس يعرف منك ليس كذلك انتي تقول لهم يا سمعني انا احب ان نحكي يتحكي بشنو مش تحكي اكيد انتي تتخدم اليوم عندك بلاتو وعندك اذاع اكيد رفن برشة يتصلوا بك انتي واحدك تفتعم فيه تقريب ان نصدعها ماذا لك اليوم نجيبها لرجوتي القضايا هي التي تحدد قضايا كيف في الدمان الرياضي وكيف في الدمانات الاخرية اتخلي العبدي يترجعهم لكي يتخلي العبدي تخليل انتي تخليل انتي تتصل قدوا عن القضية والله ما هذا بيت تناورني بيتموري اتصلت بي وتوجه فورة وبوتتر يحب بيتار ما يحبش بيتار ظروف العمل متاع وتسمح بيتار ما تسمحش باش انت تجريع لي ويطلبوه فلوس برشا ويشتعتي ايها لان املا انك انت تقبل بشي خدملك تدوسياده ويتراق فيه فرصة لنجاح وتجب زادة جيك زادة موفاش امن المحامي صغير يكون موهوب ويكون دوي ويكون ما لحق ما يعطي يوجده في البحر ما لا يوجده في النهر ما لا يوجده في البحر ما تشوفش اليوم انيس فهم خلط اللي كانت بذات بين صيفتك كمحامي وصيفتك وصيفتك ومهنة وكيل خلينا نقول لا اولا انسى انا مهنة وكيلة برشا يخلط خاصة انكشافوك ما في قرية النجاز قرية العكاشي على المرزوقي تصور حتى انت في ترانسفير نعطيك انا محامي موجود في ترانسفير تعنيمار لا يقرأ لي هو وكيل وهذا نفسه وهذا محامي وابده كان محامي الاتحاد جدا قبل وين تقف حدودك مع الملاعبية؟ مع الاختي بالملاعب انا افوكادي جوار انا محامي اللاعب انا لا اعرض للاعب الاجتماع هو يشيخ الوفر للجوار نعطيك مثل الحمدي النجاز يجب ان تلاجي هل تكلموك تلاجي قلوك تحبو تحكيه مع الحمدي لا اعرض كيفيه انا بالنسبة لي انضمن على حقوق الملاعبية في الكنتراع حقوقه المالية حقوقه على مستوى العلاقات والمثل الملاعبية ولو انو راو واضحين الفصل اثنين من المرسوم يقول لك المحامي الوكيل الرياتي ليس الوكيل اللاعبية الوكيل اللاعب ربريك فيها على خاطر نحن اليوم يجب ان تتغييه يجب ان ترى العالم كيفيه قاعد يختم الملاعبية تلقى عنده دوز اجان وعنده كثرة فكا واحدة في الفيسكاليتي ومالية 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 وتسويق دروا ديماج اليوم واختلي الفلوس لا تجعلها سيارة بالرعواني في منطق الهوان نعملوا الوكيل اللاعبية ما هو الوكيل اللاعبية يتعاملوا مع محاميين ويختموا مع المحاميين ويعطيهم الوكيل اللاعبية وعنده مستشار قانوني فمش تعرضوا بين الوكيل وبين المحامي هنا نيس في قريب الصحفيين مثلا الصحفي وفهم الصحفيين يخدموا كلاء ومشمو على المعنى بين قوسين تمسخ الصحفي في دوماينا نحن إنه نكون من نوعية هذا المحاميين ليس كيف كيف لا يوجد علاقة هو أصلا فيه برمية خدمته موجود بالنص مرسوم محاميين تقول لك المحامي أو من بين حاجات وكيل الرياضي في العالم موجودين والجران في الأوروب الذي يخدموا بالملاعبية خطر هو بيده كيف يمكنك المعلقة عندما ينشر الآن ينحن لديه وكيل اللاعب ما يستعين بالمحامي والمحامي والجران لقد يفعل شكرا وكيف يصل إلى مدير النادي والدي المدير النادي ومدير الاحتراف في جمعية يراه عن طريق صحابه وعن طريق الناس الذين يقعد معه وعن طريق القهوة الذين يقعد فيها وعن طريق السرفير الذين يقعد فيها يعرفون في الماكينة ذيكي يظل يوصلون نهارة يكلمون وعن مادة ساعة وعن ساعتين نجم يتصل به أنا لا يجبون أنا كنغزل الوقت نلقاه مخر لا يجبون نستريفونه ونتكلم لذلك اللي يوريكي أنا ما نجم يكون وكي معناه نفهم من كلامك اللي في اللي ترانسفير اللي خدمتهم كيشي نجيز ومرزوقي وعندي من بنع مرة في اتحاد جدة نفهم اللي هما كان وصلوك العروف من هما معنا أنا محاميه هو جي عرضي تصلي قلوب ربيع المحامي لو كان نأخذ العرض من أول والأخر ونضمن فيها على حقوق الملاعبي دعاء جزكازات في تفاصيل التفاصيل لا تتكلم من الترجي ولا أهلي جدة هاو عندي الملاعبي يأخوذ الحقيقة عملك عملتها فقط علاقات صحيحة أنت في المزير بخدمك تتعامل علاقاتها معكز أما أنا لا أعلم أن نمرج بمنطقة بلغة الكورة تططب مرة وثنين وثلاثة وخمسة وعشرين وما يجيبك مرة وما يجيبك عشر في الأخير أنت تخرط لهم أنا لا أعلم أن أتكلم أنت تلقني مرة وعطي المزاعة وقرأه ولم أرجع ليش ولا أرجع ليش بالنسبة لأن الشخص ذلك لا أعلم أن نكلم واضح أصعب قضية خدمتها أصعب قضية الحقيقة أصعب قضية قضية أحمد العكيشي مع الاتحاد وهي قضية العكيشي مع كل أصحاب وتعرف قضية العكيشي وخروجه مع الترجي دائما مبالبازها لا 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 شوف أسمع هم دائما أصعب قضية أحمد العكيشي لذلك العكيشي رأى أول مرة في تاريخ الكورة أنه ملاعب يفسخ المزاعة ومزاق والذي تتحدث عنها هم مازالوا عامي ونجم يفسخ أول مرة صارت لي هي وقتها العكيشي مع الترجي وثم أحد إعلاميين تظلم فعلي أنه يلعب في جمعية ما هيشي جمعية ديفيزيونير ووقت هم مزوز مبعدها في هذا الوقت هو لاعب حسين الحبيبي مع جرومبالي لذلك تخدم مزوز مبعدها وتخدم مفرد نهار واحدة اخذت تحظى أعلى مين وواحدة فسختلهم مزوز فسختلهم بنفس الطريقة شارينا العامل الخرانية ومشال من بعد اللي تول لذلك النزاعة ذاكها مهمة من بعد كيف كيف وقت مشال أمان مش رضا يروح كبرشة فهالي صرته على الحكم وقتها تحكم مبلغ لتراجب لا المبلغ محسوب من الأول في بالنبي لكن العقوبة هي العقوبة بالنسبة لله هي الايقاف من طلابية ايقاف من طلابية ربع عشر لانه اللي بالعام هو عام لكن يبدأ من نهارتي يتصحى كونترا ودايوريا بعد بشي أكد لسلمة الموقف المتاعي والنظرة القانونية انه بعدها القضاء اللي تجاوم بعد مشيو في نفس التواجهة في قضية حسين الحبيسي ضد الناديس فيقسي الاتحاد بنفس الطريقة ليس خالص بنفس الطريقة ليس خالص حاجة أخرى طبقنا أول مرة الفصل 14 فقرة اثنية اللي نحكي على وكيفاش أنه جمعية تسعى إلى فسخ عقد لاعب بممارسات غير قانونية وهذا يقول مكان السائل في ملف تقريبا يحتويون مية وخمسين أو مية واربعين صفحة تقريبا كوناه بشخلطنا للاخر إنه القضية نجمنا نحطر في ما عاملو لو حابوا وفسخوا العاقد؟ هم جاءوا العامل خيراني نحاهم الملاعب مع نحاهم الكروب أولا خليه يترانى واحده وعلى شكت الكراو ثم برشة برشة فن تنجم تخدمه في الخدمة دية وقتها هو خليه فستاج في جده هو موجود في تونس بعثت لو أنا قصيته بتسكرة بعثته أنا للنمسا وقتها موجود في لندرا بريتو بعثتهم مستاج بهتوا قريبا كفاشا دين ملاعب يترانى في جده قريبا يترانى مع الفريق الأول الفريق الأول الفريق الأول بالنسبة لنا موجود في انجليتيرا لذلك يترانى مع الفريق الأول هم 25 هم 26 لا يقلق منعوه لذلك وقت منعوم المتدريب لذلك بعد رجع كيف كيف اجبت لي الملاعب لم يكن لديه دار لم يكن لديه كربا لذلك نحن لم نطلبه موجودين في الكنتران قريبا الملاعب مستنسي يكرهوه على روحه ونحن نعطيه الملاعب مستنسي اليوم في اللحظة هذه تحب تبعثه الجده وهو ليس لديه دار ليس لديه كربا لم يكن لديه لذلك 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 لم يكن لدينا في ونحن نتصور أنه نجحنا فيها هذه الأصعب الأهم منه القضية الأهم نفسك حمشي القضية خسرتها قاعدت في قلبك غرضتك اليوم كيف خسرتها ملاحظة أكيد خسرت القضايا لا لا لم يكن لديه القضايا بطبيعة الحالة نرى أنا كي ندخل للقضايا ديما نضع لي برسونتاج ما هي تخدم تخدم القضية وما هي ما هي تخسرها الحقيقة أخر قضية يمكن أن تقول تقول ذكرتها قضية الجامعة التونسية للتنس في الكناس لذلك الحقيقة بالنسبة لي أنا كانت من ناحية القانونية بصراحة كانت تنصيبها بصراحة أنك تحكم بإبلغاء جلسة عامة على الجامعة التونسية للتنس على الأسباب الحقيقة الملتومة في الانتونسية وديور لي أكد صحة الموقف المتاعي في القضية كان يقع إبطال القرار التحكيمي تقريبا في أول مرة في تاريخ القرارات عن الكناس لديك شجاعة تجد أن تكون خطأ أعملته خاص في القضية خطأ لحقيقة لا ولا سوء التقدير لا لحقيقة لا ندرس بارسة ونعرف حظوظ المتاعي في الميلة من صفر إلى مئة الذي أقل من أربعين مئة بالمئة تقريبا كل ساعة ننصح حتى يقول لا تخسر وقت أن تخسر القضية التي لم أكن مؤمن لكي نربحها وربحتها هي قضية منزل نور ومنزل كامل منزل نور طلعت أول مرة للرابطة الثانية وقتها بالنسبة لي لم أكن مؤمن لكي نربحها لأن لعبت على تفصيل صغير وما كنت تصوره بالتفصيل لكن يوصل للربح القضية ما هو تفصيل؟ وقتها جوكروة فهم معاينة بتاع المنفذة على أساس أن الملف جاء ناقص وما جايش ناقص حسينه جوكروة حاجة هكاية هم خسروهم في القضية السبب أن قالوا ملف الاستناف جاء ناقص ورقة في البوسطة ونحنا عملنا معاينة الملف هذا وبعد رجحوا على أن معاينة المحضر المنفذة ومحضر محرر من قبل مأمور عمومي معاينة لا يمكن تطعن فيئنا إلا بالزور وذلك هذا ربحنا القضية ومنزل نور طلعت هذا أهم القضايا اخترت ومعاينة 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 المحضر بعد رجعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر